هو كل ما واحد يجي يقولك على حاجة في الانجليزي تقوله ياس 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 مفيش بدايل خالص ليس انا بقى اعرف بدايل كتير يا سيتي والنهاردة جاي اقولك على بدايل ياس ان انجليش يلا بينا افتكر كمان ان انا عملت فيديو تاني قبل كده على بدايل نو حتلاقيه في الديسكريبشن بتاع الفيديو خلاني نبتدي ببدايل ياس اللي تقدر تستخدمهم في انك ترد على اي سؤال بس خلاني اقولك ان البدايل ديت انفورمل يعني ما ينفعش تستخدمهم في مواقف رسمية في مقابلة عمل وهكذا تستخدمهم مع صحابك مع حبيبك اول بديل هو يب يب تحس انك عنده زغطة كده يب عندنا كمان بيتكتب نفس نوت قريب بس يبيتكتب بطريقة مختلفة شوية يب يب عندنا كمان يابرز يابرز زي مثلا ما اجي اقولك انت عندك اخوات ديو هاف براثرز فممكن تقولي بدل ما تقولي ياس بس لازم اكون انا عارفك وصاحبك تقولي يب او يب او يابرز خلاني بقى نخش على البدائل بتاعت ياس اللي تقدر تستخدمهم في مواقف معينة اول مواقف لما يبقى فيه ريكويست او لما حدي بيطلب منك طلب بس خليني برده اقولك ان فيه ردود من دي بتبقى رسمية وفيه ردود بتبقى في مواقف غير رسمية او مع صحابك وحبايبك خليني ابتدي بالمواقف الفورمل او الرسمية خليني اديك كده مثال الاول عشان تفهم خليني اقولك ان انت شفت واحدة على الطريقة عربيتها متعطلة وبتقولك بتطلب منك طلب وبتقولك بالانكلش ممكن تساعدني في العربية بتاعتي فانت ممكن ترد عليها ردود بس فورمل لان انت لسه ما تعرفهاش ممكن تقول لها بالتأكيد ممكن تقول لها تمام تحس انك شيك سبير في نفسك كده بس دي كلها مواقف رسمية مع ناس او ردود في مواقف رسمية مع ناس انت ما تعرفهمش تعال ابقى تخش على او الردود اللي ما بتبقاش رسمية مع ناس انت تعرفهم الردود بقى غير رسمية لو انت مثلا تعرف البنت ديت اللي هي عربية عطلانة وقفتك على الطريق صحاب بقى معرفة وهكذا ممكن تقول لها دي كلمة كنت بسمعها من الامريكانز بالذات والكينيديانز كتير جدا لما كنت اشغال معاهم الامريكان والكنديين كان دايما يقول لي ايه عندنا كمان اللي هي جاي من عندنا كمان حاجة كده زي تحت امرك بالعربي ولازم ترمز لها كده انت فاهم عشان الجو كله يأكل على بعض اللي هي اصلها الموقف التاني بقى لو حد بيعرض عليك يعني واحد مثلا بيقول لك انت عاوز تروح معايا السينما فانت ممكن ترد عليه برضو ردود فورمال زي لما تقوله خد بالك لها نطقين او ممكن تقوله او اد لايك تو يعني انا اود دالك انا احب دالك بس دي فورمال يعني رسمية لو حد انت متعرفوش اوي طيب الردود بقى الان فورمال او الغير رسمية لما يبقى حد بيعرض عليك عقده يبقى عقبك اوي ممكن تقوله why not ليه لا ممكن تقوله sounds good موضوع شكل هاي بقيمة جدا sounds good ممكن كمان تقول اللي هي الاولانية اللي هي كتقول رايت الفورمال بس نحط عليها اللي هي او الريدي